المجلس الأعلى المجلس وعلماء الدين الأفاضل في خدمة ديننا الإسلامي الحنيف وإظهار سماحاته ورسالته الإنسانية الجامعة والدفاع عن القضايا الإسلامية وتعزيز القيام الإسلامية الداعية للاعتدال والوسطية والتقريب بين مختلف الأديان والثقافات وثمن المجلس عاليا في جلسته الاعتيادية التي عقدت صباح اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس ما أكده صاحب الجلالة المفدى أيده الله من مضي مملكة البحرين بعون الله تعالى في السير على نهجها القويم في نشر وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي التي تقوم على التسامح والسلام والمحبة والتعايش الإنساني وأكدا المجلس أن اللقاء مع جلالته له فرصة للاستضاءة بالتوجيهات السديدة والإرشادات الحكيمة من العاهل المفدى رعاه الله وفي سياق آخر وبمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هنأ المجلس صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وحكومة وشعب مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية كما أبدى المجلس ترحيبه الكبير بالنتائج الطيبة للتوجيه الملكي السامي بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاة التراويح مع بداية الشهر الفضيل دعيا الجميع إلى اغتنام هذه الليالي والأيام الجليلة في التقرب إلى الله تعالى بالعبادة والدعاء والبر والإحسان ونشر الألفة والمحبة وإشاعة الخير والسلام والمعروف بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها ما يلزم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر